شرطين لاستجابة الدعاء المستحيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايب قلبي أهلا بكم والقصة اللي هكلمكم عنها النهاردة هي قصة شخصية في الحقيقة هي ما حصلتش معي أنا ولكنها حصلت مع ابني عبدالله عبدالله ابني راجل ملو هدومه في خمسة ابتدائي وطالع ستة ابتدائي وهو من عدتوني درجاته كويسة والحمد لله ولكن السنة دي طلعت النتيجة بنشوفها لأينا درجة استغفر الله العظيم يا رب المهم أنا وأمه بتديني نتكلم ليه الدرجة دي حصلت لي عبدالله درجاته نزلت يمكن طريقة الامتحان يمكن ظروف السنة المهم عدنا نتناقش في كل حاجة وقلنا خلاص إحنا هنصبورت ابننا وهنقول له يا ابني احنا بنحبك ووراك وإحنا بنقدرك وانت زي الفل سأجبت درجات أولئة وهنساعدك بإذن الله إنك في اللي جاي تجيب درجة أفضل وترجع لمستواك اللي كنت عليه طول عمر المهم من فوسط كل ده عبدالله كان مصمم إنه يستحق درجة أفضل من دي وأنا أمه خلاص يا حبيبي وهدي أعصابك كل حصل حصل والنتيجة طلعت عبدالله سابه مننا خالص وابتدى يتوجه لربنا ابتدى يتعلق بدعوة إنه يقول يا رب درجتي تتصلح وتبقى كويسة يا رب درجتي تتصلح وتبقى كويسة وأمه بتوع تقوله يا ابني هون على نفسك وخلاص الدرجة طلعت والنتيجة وشفناها يعني إزاي الدرجة تتصلح وتبقى كويسة يعني ولكن في يوم من الأيام أمه تبقى عادة على جروب الماميز والحاجات الجميلة دي وتلاقي مبعوط إنه يا جماعة تكريم الأوائل يوم كذا وبنقول للماميز إنه هم يخشوا على الويب سايت تاني ويشوفوا درجات ولادهم عشان فيه درجات اتغيرت أمه تخش على الويب سايت تفتح صفحة الولد تشوف نتيجته وإذا بالنتيجة تتغير وتبقى حلوة زي كل سنة دعاء المستحيل تحقق في هذه اللحظة دي أنا جبت ابني وقعت معي وقلت أولي عبد الله أنت علمتني حاجة النهاردة إنه فيه شرطين للدعاء المستحيل وإنت حققتهم بنفسك الشرط الأولاني إنك تكون مصدق إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على تحقيق دعوتك دي مهما كانت مستحيلة والشرط الثاني هو إصرارك على الدعاء مهما طال الوقت ما بين بداية الدعاء والاستجابة لأن الموضوع ده كان خد وقت يعني ورغم كده هو ما كانش بطل دعاء هتقول لي يا أمير إيه اللي أنت جاي تكلمني فيه النهاردة ده خمسة ابتدائية وستة ابتدائية إحنا في مشاكل كبيرة هقولك المشكلة الصغيرة بالنسبالك دي هيكت مشكلة كبيرة بالنسبالك هي زي الرزق اللي تأخر على كتير مننا هي زي الجواز اللي مش راضي يجي الناس كتيرا نفسها فيه هي زي الولد اللي ربنا سبحانه وتعالى لسه ما كتبوهش لناس مننا سيدنا زكريا لما دعا ربنا سبحانه وتعالى بالولد كان بيدعي بالمستحيل كان بيدعي أن هو الراجل العجوز وزوجته الست الكبيرة اللي أصلا عاقر يبقى عندهم ولا ولكن عند ربنا سبحانه وتعالى مفيش مستحيل ربنا يستجيب ليه ولما سيدنا زكريا يتعجب من قدرة ربنا سبحانه وتعالى يا ربي أنت قادر يا ربي سبحانك فتيجي الآية اللي لازم كلنا نفهمها كويس قوي قال كذلك قال ربك هو علي هين يا جماعة ادعوا ربنا بالمستحيل المستحيل عند ربنا أبسط من البسيط ولكن حققوا الشرطين صدق إن ربنا قادر واستمر على دعوتك مهما تأخرت الإجاهة تمام وإلى هنا يا سيدات والسادة انت الفيديو بالنهاردة قبل ما تنساش تعمل لك الفيديو وليك لصفحة الفيسبوك سابسكريب على اليوتيوب وفعلو على الانستجرام شير في الخير ودال على خارج فعالة لو حابت تدعوني على بيتريون لنك دعم فقال كومنت على الفيسبوك وقال كومنت على اليوتيوب في التسكريبشن على اليوتيوب أنا بحبكم في الله أشوفكم بكرة بإذن الله تابعوا اشترك الصحة 7 لاليك ولي فيديوهات وكان معكم أمير مونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته